السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن أنواع أربوتات أو الرجل الآلي بالتالي نتعلم من خلالها بعض المفردات والتراكيب التي تساعد على تطوير لغتنا الإنجليزية كما نعلم ممارسة اللغة من خلال القراءة والكتابة والمحادثة والاستماع تطور بشكل فعلي من رصيدنا من اللغة الإنجليزية ومن مفرداتنا ونتكلم عن بعض الملاحظات والقواعد التي تساعدنا على تحسين وتطوير لغتنا الإنجليزية جميع أنواع الربوتات نشوف السؤال هذا What do you think إذن نحذف صيغة السؤال هذه What do you think ماذا تعتقد ماذا تظن ما هو رأيك إذن دائما نحفظها What do you think ربوت كان دو الرجل قال يمكن أن يقوم أو أن يفعل لاحظ دو عندنا هنا سؤال helping verb فرقم مساعد لذلك ننتبه لا نضع What do you think كان آ ربوت دو أيضا نضع كان لكن شكل سؤال خلاص عندنا هنا سؤال أكمل الجملة كما هي آ ربوت كان دو إذا لا نضع كما قلنا كان مرة ثانية نعتقد لتشكيل السؤال خلاص عدنا What do you think هذه سؤال السؤال لا نحتاج أن نضع كان أيضا في المكان هذا نكتب سبجكت هي الفاعل كان دو هي الفاعل إذن الفاعل إذا ممكن نستبدل كلمة ربوت نستبدلها بكلمة ثانية What do you think أحمد can do What do you think ماري can do إذن نفس الصيغة هذه بس أغير الفاعل Talk about ربوت today and ربوت in the future تحدث عن الروبوتات اليوم والروبوتات في المستقبل إذن نحفظها talk about الال silent لا ينفظ talk about إذن لاحظ أيضا نحفظ today ممكن نغير كلمة ربوت نستبدلها بكلمة ثانية talk about people schools أغير أي كلمة ثانية today and schools in the future في المستقبل إذن in the future في المستقبل ربوت can go to places where it is hard for people to go they can take photos they can measure things or they can collect things for scientists to study يمكن لربوتات أن تذهب to places إلى أماكن يمكن ربوتات أن تصل إلى أماكن where it's hard حيث it is لاحظ يكون من الصعب for people على الناس to go أن يذهبوا أو أن يصلوا إليها نتبع التركيب هذا it it is hard إنه يكون صعب أو من الصعب it is easy إنه من السهل it is safe إنه من الآمن it is difficult إنه من الصعب إذن نتبع فقط نغير الأجكتف الصفة they لاحظ لكي لا نعيد كلمة ربوت مرة ثانية نستبدأ بها الضمية they they can take يمكن أو يمكنها أن تلتقط يعني تأخذ صور يعني تلتقط صور they can مجا يمكن أو يمكنها أن تقييز مجا لاحظ s u نفضها جا يحب يرجع الفيديوهات الصوتيات تكلمنا عن كيف نلفظ الأحرف المركبة things أن تقييز الأشياء أو they can collect أو يمكن أن تجمع things الأشياء for ل أو من أجل scientist العلماء to study ليدرسوها نحفظ هذا الكلمة collect إذن يجمع أو يلتقط اللحظ الس إذا جاء بعده i e y ننطقه c لحظنا collect things for scientist لاحظ الس ننطقه c لأنه جاء بعده i كما قلنا e y ننفض c robots can go to places where it is hard for people to go they can take photos they can measure things or they can collect things for scientists to study robots with wheels have been to the moon and the planet Mars some robots have gone into the ocean to look at plants and animals that live there they have looked for old ships on the ocean floor إذن robots with wheels يعني إذن ربوتات with wheels ب عجلات with نعرف مع أو ب لا نقول مع عجلات ب عجلات have been to the moon لقد ذهبت إلى القمر أو وصلت إلى القمر and the planet Mars وكوكب المريخ لاحظ نحفظ كمت planet كوكب some robots have gone لقد ذهبت بعض الروبوتات into the ocean داخل المحيط ممكن أيضا لقد غاصت بعض الروبوتات في المحيط to look at plants لتنظر إلى النباتات and animals أو لتطلع على النباتات والحيوانات لاحظ كلمة plants نباتات planet كوكب لاحظ plant لا يوجد E planet إذا يوجد عندنا حرف E إذا planet كوكب plant نبات ننتبه and animals والحيوانات that live التي تعيش there هناك they have looked for نحفظ look for يبحث عن look at ينبر إلى they have looked for لقد بحثوا عن all chips يعني بحث عن السفن القديمة on the ocean floor في أرض المحيط إذا نحفظ كمية ocean محيط لا نقول ocean 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 نحفظ ها محيط plant نبات planet كوكب with مع أو be نحفظ كمية wheels طبعا أجمع الفط wheel عجلة wheels عجلات look at ينبر إلى look for يبحث عن ربوتات أن تصل للأماكن الخطرة like نحن نعرف like يحب أيضا like تأتي معنا مثل أو يشبه مثل like يعني مثله أو عليه سبيل مثال burning buildings الأبنية المحترقة أو التي تحترق burning buildings or buildings that have fallen down أو الأبنية لاحظ ذات التي تعود على الأبنية التي have fallen التي سقطت أو تدمرت they search for إذا تبحث عن أناس لنجدتهم أو لمساعدتهم لاحظ have fallen حضر 10 أو مضارع 10 الفعل have والفعل بالتصريف الثالث جميل الفعل fall fail fallen إذا بالتصريف الثالث دائما أستخدم مع الأزمنة التامة أيضا نحفظ search for robots can go into dangerous places like burning buildings or buildings that have fallen down they search for people to help some of these robots look like snakes others look like spiders each robot has a light and a camera so it can send information to the people outside some of these لاحظ بعض من هذه robots الروبوتات look like تبدو مثل نحفظها snakes الأفاعي others وبعضها أو الأخرى look like تبدو مثل spiders العناكب each robot كل robot has a light له ضو and a camera وآلة تصوير so لذا نحفظها سؤال تأتي معنا جدا أيضا لذا لذلك it can لاحظ it استخدمناها بدل الروبوت it can send يمكن أن يرسل information معلومات to the people outside للناس الذين يكونوا في الخارج some of these robots look like snakes others look like spiders each robot has a light and a camera so it can send information to the people outside scientists are now building tiny flying robots the size of a bee these robots are designed to go to small places where bigger robots can't go scientists إذا العلماء نحفظها scientists are now building الآن يبنون أو يركبون tiny flying robots إذا ربوتات طائرة صغيرة tiny very small صغيرة جدا the size of يعني بحجم أبي إذا نحلة إذا نحفظ the size of بحجم ونذكر الشيء اللي بعده the size of a house the size of a car the size of وهكذا these robots يعني هذه الروبوتات are designed to go to small places لتصل أو لتذهب لأماكن صغيرة where حيث إذن لاحظ هذه تعود على places الأماكن bigger robots can't go الروبوتات الأكبر لا تستطيع أن تصل أو الذهاب إليها scientists are now building tiny flying robots the size of I mean these robots are designed to go to small places where bigger robots can't go بهذا الشكل نهاية درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن أنموعة ربوتات الهدف من هذا الفيديو تعلم مفردات وتراكيب بحيث أزيد من مخزوني اللغوي في اللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو تنسون الاشتراك بالقناة تفعيل زر جرس ووضع لايك الفيديو دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة